الحقيقة يعني هنا الجميع مستنفر كل الناس ما زالت تقف منذ مساء أمس أمام الأبنية المهدمة من أجل يعني الإطمان على عوائلها أو معرفة مصيرهم على الأقل ضمن هذا الركام الذي نراه من خلفه هذه أحدى الأبنية التي في مدينة أضنى والتي سقطت منذ صباح أو فجر أمس ما زال الناس هنا ينتظرون أخبار عن ذويهم ما زالت عمليات البحث والتنقيب مستمرة خفت العمليات التنقيب في هذا البناء إذ أن هناك أبنية أخرى تتجه إليها الكوادر كوادر الطوارئ وكوادر المتطوعين التي جاءت للعمل في الأبنية الحقيقة أن المهمة كبيرة ومضنية هذا البناء وحده فقط كما يتحدث المواطنين الموجودين أمامي يحوي على 55 شخص ما زالوا تحته وبالتالي نحن ننتظر أعداد ربما كبيرة في الأيام القادمة هذا صراخ الناس وهم يطالبون التعجل بعمليات الإنقاذ ولكن ربما كبر الرقع على الراتي هناك محاولات ولكن يبدو أن المهمة فعلا كبيرة بالنسبة للأرقام الرسمية حتى الآن طبعا نحن في ولاية أضنى إحدى عشر مدن ضررت أو تضررت في الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا يوم أمس وهذه المدينة تعتبر هي ليست أكثر تضررا هناك ولايات كانت أكثر تضررا عن طاكيا غازي عنتاب وغيرها من الولايات أيضا أورفا وعدد الضحايا حتى الآن بحسب الأرقام الرسمية قارب الثلاثة ألاف ضحية علي شاهدنا صباح اليوم هزة ارتدادية جديدة ضربت تركيا أيضا ما تأثير هذه الهزات الارتدادية على عمليات الإغاثة؟ يعني الحقيقة هذه الهزات الارتدادية لم تتوقف منذ حدوث الزلزال يوم أمس الذي وصل على مقياس رختر إلى درجة 7.9 كان هناك هزة ارتدادية قوية جدا في ظهر أمس وصلت إلى درجة 7.5 أيضا على مقياس رختر ولكن في المساء كان هناك هزتين ارتداديتين إحداهما في ولاية أديمن وصلت إلى درجة 5.6 وأيضا كان هناك هزة أخرى في ملاطيا بدرجة 3.3 الخبراء يتحدثون بأن استمرار هذه الهزات ربما يبقى حتى ثلاثة أيام وهناك هزات ارتدادية أخرى متوقعة آثار هذا الأمر حقيقة أن هناك الأبنية التي ربما كانت على وشك الانهيار بعضها ينهار من جديد وأيضا هذا الأمر يعيق بالتأكيد عمل فرق الإنقاذ التي توجد في أماكن الأبنية المنهارة فرق الإنقاذ بدورها وصلت المواطنين بأن لا يدخلوا إلى الأبنية المصدعة بسبب هذه الهزات الارتدادية وبالتالي وجدنا العديد من الناس كانوا يفترشون الحدائق وأيضا هناك مراكز للإيواء أكثر من عشرة آلاف مركز للإيواء فتحت وهناك المدارس والمستشفيات ولكن الحقيقة الأعداد كبيرة بحسب ما نرصون يعني علي في أضنى هل مراكز الإيواء كافية لإحتواء كل من طر لمغادرة منزله وكذلك هل من مراكز صحية كافية أيضا لاستقبال ما يتم إنقاذهم في هذه الأثناء الحقيقة أن في ولاية أضنى نعم مراكز الإيواء فيها كافية إذن الأضرار فيها ليست كبيرة بحسب الولايات الأخرى التي سوف نستعرضها تباعا خلال جولتنا في تلفزيون الغد ولكن حتى أن ولاية أضنى هناك بعض المساعدات التي تأتيها أيضا أعلن رئيس الولاية بتوجيه هذه المساعدات إلى الولايات الأخرى الأكثر تضررا ولكن الحقيقة الوضع هنا متوتر حتى مع الناس كل الناس ينتظرون أقاربهم المتواجدين تحت الأنقاض ترجمة نانسي قنقر